السلام عليكم ومرحبا بالجميع اليوم تم الإعلان عن مباراة توظيف أستيدة الأطور النظامية الأكاديمية بما فيها أطور التدريس أطور الدعم الإداري والتربوي الإجتماعي فهذا الفيديو إن شاء الله سننهضروا على الصروط الترصيح سننهضروا على الوثائق الضرورية الترصيح سننهضروا على طريقة الترصيح إن شاء الله إذن كما تعلن الأكاديمية الجهوية والتكوينية الخاصة بجميع الجهات عن تنظيم مباريات وذلك يوم السبت 11 دجانبير يعني أن يوم السبت هو يوم اجتياز المباراة لكن التشجيل القبلي سيكون خلال الفترة المتروحة بين 20 نومبير إلى الرابع من دجانبير من خلال البوابة الإلكترونية التي هي توظيف .man.gov.ma إذن هذه البوابة هي التي سيتم تسجيل فيها والمصادقة على طلب الترصيح أولا سنرى شروط الترصيح ألا يتجاوز عمر المتباري 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة إذن يعني ما خصوص يكون عندك أكثر من 30 سنة ثم ألا تكون ألا تربطك أي علاقة شغل مع أي مؤسسة مدرسية إذن هذه الجوجه هم النقاط المهمين فد يعني فد شروط بالنسبة المترشح والذي يريد أن يدفع الملحقين التربويين يجب أن تكون لديهم شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في مجال الفيزياء الكيمياء العلوم الحياة والأرض أما بالنسبة للتخصص الحراسة التربوية أو للتوتيق يجب أن تتوفر لديهم شهادة الإجازة أو الإجازة المهنية في جميع التخصصات بالنسبة لمترسحين ومباراة الملحقين الإجتماعيين هنا يجب أن تكون لديهم شهادة الإجازة في مجالات الفلسفة وعلم النفس أو علم الإجتماع بالنسبة للتدريس بالتعليم التانوي هنا شروط خاصة لا يمكن لمترسح إلا في مجال التخصص يعني عندك في الإجازة تخصص الفلسفة قصد تفعل الفلسفة إلى آخر بالستناء مادة التربية البدنية والرياضية هنا جميع تخصصات مقبولة على أن يخضع المعانيون بالأمر لاختبار عمالي لقياس مستوى الأداء الرياضي مباشرة بعد الاختيار الكتابي سنمر مباشرة لملف الترشيح إذن يتكون ملف الترشيح من الواتيق وهو واحد الوصل يستخرج من المبوابة الإلكترونية وهي توظيف .man.gov.ma ثم واحد نسخة من شهادة الإجازة أو الشهادة المعترفة بمعادلتها نسخة من بطاقة الوطنية للتعريف رسالة تحفيزية يحرع المترشح بخط اليد ويعبر فيها عن دوافع اختياره الترشح لأحدى المهن موضوع التباري إذن مهنة تدريس ولا مهنة تدبير إداري هذه الرسالة تحفيزية يعني تكون موجهة إلى موديل أكاديمية تبين فيها الرغبة ذيالك للإجتياز المبارك وكذلك الدوافع يعني لماذا اخترت مهنة تدريس من غير المهن الأخرى هذا فيما يخص ملف الترشح بالنسبة إلى جمعتي ملف الترشح كامل يتم مسحه ضوائيا إما عن طريق سكانير ولا عن طريق يعني ديولوجيسية من الهاتف ذيالك ثم غتحولهم واحد للPDF هذا الPDF من اللي غتبغي تسجل في البوابة ديال التوظيف .man.gov.ma يجب عليك أن تقوم بتنزيل هذا الملف على صيغة PDF إذن قبل ما نتسجل كان وجد الدوسي ديالي وكان ديلي المسح الضوائي كان وجده على شكل PDF ثم أقوم بتحميله عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إذن آخر أجل وهو 4 جنبير فيما يخص مراقبة ملف الترشح إذن ولا أندز مباشرة الانتقاء الانتقاء هو كين لكن ليس على مستوى النقطة ولكن على مستوى الميزة في الإجازة وعدد السنوات الحصول على الإجازة إذن المهم هنا هو عدد السنوات الحصول على الإجازة كلما كانت عادة السنوات أكبر تكون الحضوط قليلة ويجستثن من الخضوء العملية إذن مستثنون هم حميلوا الإجازة في التربية يعني خريجي المسالك الجامعية للتربية والتكوين بالنسبة للوائح ستنشر يعني في البوابة المخصصة الخاصة بمباريات التوظيف كما يتم نشر لائحة ناجحين في الاختبارات الكتابية المؤهلة لاستياز هذه بنفس البوابة سنمر مباشرة الجدول أو لا يعني بالنسبة أعتذر نمر مباشرة الجانب الخاص بالاختبارات نحن ملاحظ هنا أن علوم التربية غير موجودة سيتم تباري فقط في ما يخص المواد اللغة العربية الفرنسية رياضية وكذلك العلوم إذن بالنسبة للجانب الخاص بالتعلمات المدة الإنجاز ثلاث ساعات المعامل ثلاثة ثم سيكون اختبار آخر فيما يخص ديداكتيك المواد مدته ساعتان والمعامل ذي له واحد هذا فيما يخص تعليم الابتداء تعليم ابتداء اللغة الأمازيغية يختبرون فقط في المادة اللغة الأمازيغية والديداكتيك ساعتان أما فيما يخص التعليم التناوي كيكون اختبار في مادة التخصص ثلاث ساعات ثم اختبار ديداكتيك لوحده ساعتان إذن ما مجمعه خمس ساعات فيما يخص ملحق الاقتصاد غيكون ملحق الاقتصاد وكذلك الملحق التربويين واجتماعيون غيكون موضوع التخصص ثلاث ساعات ثم غيكون موضوع حول الاختصاصات أو المهام مرتبطة بالوظيفة المراد شهرها إذن هذا ما يخص الامتحان ثم ما يخص الاختبار الشفوي سيكون مدته 30 دقيقة هنا سيتم مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة ربما سيتم يلقى درس لأن هذا ما يدخل في إطار المهنة الأستاذية إذن تمنى أن الشرح يكون واضح وبالتوفيق للجميع